الذكاء الاصطناعي يلقي بذلاله على سياسات ميتا مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الشركة قررت أخيرا مواجهة خطورة الذكاء الاصطناعي نائبة رئيس سياسة المحتوى في ميتا مونيكا بيكيرت أعلنت بداية العمل بنظام جديد يقوم على تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بدل حثه وستقوم ميتا بوضع علامات أكثر بروزا على الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المعدلة رقميا أو بالذكاء الاصطناعي حتى توفر للمستخدمين المزيد من المعلومات كخطوة تحذيرية ويأتي هذا القرار بعد إصدار هيئة مستقلة تشرف على محتوى ميتا تقريرا يصف السياسات السابقة بغير المتماسكة والمرتبكة ويدعو إلى إعادة النظر فيها وفضلا عن هذه اللجنة فإن إدارة ميتا نفسها اعترفت بأن السياسات الحالية قديمة فيتعود لعام 2020 عندما كان المحتوى المعد بالذكاء الاصطناعي نادرا ومن الواضح أن الذكاء الاصطناعي أربك نوعا ما المحتويات المعروضة على منصات التواصل الاجتماعي سيما فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وأكبر مثال على ذلك هو التسجيل الصوتي السابق لرئيس الأمريكي جو بايدن المعد بالذكاء الاصطناعي والذي كان يدعو سكان نيوهامشير إلى مقطعة الانتخابات التمهيدية وسم ذهبي العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر